موسيقى احنا صورنا 22 من سلابرتي فتحات بسيطة جدا جدا وكل واحد كتب الجواب وكان في 5 دقائق بالزبط احنا بنقرأ الجواب بنترجم الجواب ده الصورة وفيديو بنشوف ايه اللي هنعمله سواء هنلعب بالمرايات او بروجيكتر او كانت فكرة بتطلع في ساعتها والمزيكة بره فكانت فكرة بتطلع في ساعتها يعني live اه يعني كان معنا ساعة لربع لساعة هو ده الوقت اللي احنا عندنا ان احنا نقدر نطلع الفكرة دي وقلنا نعمل معرض علشان ناس تيجي وتقابل كل شخصية تقريبا بالحجم الطبيعي ومعمولين في light boxes علشان يشكلهم 3D كانت تخشي الفيديو روم فتحسي وبعدين في قوضة الاخرانية الاترز ناس بتكتب بقى مخاوفها من الحاضرين يعني احنا كنا نفسنا ان احنا نعمل حاجة تكون فيها ميسج ما تكونش حاجة شكلها حلو خلاص يعني احنا عطول بنشوف فيديوز حلوة حاجات بتبقى ممكن تكون فيها الوان او اي ان كان بس اولايا لما بنشوف حاجة فيها تكون ميسج كوي والطبيك ده خصوصا اعتقد ان الناس كتير قوي بتتهرب منه لان هو تقيل جدا وان هو فعلا ميسج محتاجة ان احنا نبدأ ناخد اكشن فيها ونتكلم فيها لان الرادي ريسورسز في العالم بدأت تبقى قليلة السوشال ميديا عمل تغيير جامد جدا في البيهيفر بتاع الناس فعشان كده احنا احنا اصرينا ان احنا ناخد الستاب ونواجه الناس اللي هوا لأ يلا نعود نكتب ونتكلم على الموضوع ده فالفكرة جات من هنا موسيقى مستاذ احمد داني حاول يطلع الاحاسيس اللي جوا الفنانين للناس الحقيقية يعني انه حاول يسأل سؤال اللي هو يعني انتوا خايفين من ايه ومن خلال السؤال ده شفنا فنانين كتار ازاي بيجاوبوا على السؤال ده كأنهم بني قدمين عاديين زي اي بني ادم بيخاف عندهم مخاوف بيقلق كل الناس عندها نفس المخاوف فلما الناس تشوف ده تحس انه ايه ده مش احنا بس ده هما كمان ايه ده هما بيخافوا احنا بني قدمين زينا زيهم التجربة ده كانت اكتر حاجة ما يعني عجبتني فيها ان هي اولا انت مش الماسج اللي طلع من جواكي بيطلع لكل العالم كل العالم اكيد بيهتم قوي قوي وبيفكر في ايه اللي مخاوفني من بكرة ايه مخاوفي من المستقبل ايه اكيد كل البني قدمين دول عندهم خمس تلاف حاجة في دماغهم مخاوفاهم اللي في الشغل وفي الحياة اللي في الحب اللي في الصداقة مفيش ايه من انواع التمثيل خلص حتى هو ما اصلا بيقولولك تعليمي غير ميك اوب مرايا حاجة انا نها بس حتى مسكرة وخلاص على كده بس بتعوية تتكلمي وتعوية فقري والمزيكة وبعدين هما بتتكلمي على الموضوع يعني هما بيكتشفوا انت بتتكلمي عن ايه وانت بتعمليه وانت بتقوليه بصوط عالي فبيختاروا بروبس مختلفة فانا اختاروا السلوفان اللي على وشي ده فينا سانة يختاروا مرايا وارد ميا وتأذر فانت بقى مع المزيكة بالاضاءة بالبروبس بالافقار اللي جواه في دماغك اللي دايرة انت بقى بتسرحي اشتركوا في القناة